السلام عليكم من الأخبار من أكتر الأسئلة اللي بتدور في أزهان أصحاب قنوات اليوتيوب واللي شغلاهم دايما واللي بتسئله كتير جدا هل لو أنا عملت فيديو ونشرته على اليوتيوب والفيديو ده لم يحصل على مشاهدات أول 48 ساعة أو أول إسبوع أو أول شهر حتى هل معنى كده أن الفيديو مات مش هيحصل على أي مشاهدات ولا ممكن مع مرور الوقت أو شيئا ما يحدث فالفيديو يجيب آلاف المشاهدات أو حتى ملايين المشاهدات هنتعرف على الإجابة إن شاء الله في الفيديو ده ولكن بشرح عملي بمثال واثنين وثلاثة زائد إن هوضح لك برضو الأشياء اللي ممكن تحصل للفيديو فبالتالي يحصل على آلاف بل ملايين المشاهدات مع مرور الوقت واللي ممكن أنت تعمله في فيديوهاتك القديمة علشان تتزقل قدام وتجيب مشاهدات مع مرور الوقت فتأكد إن انت تتبعنا لنهاية وتعمل لايك للفيديو هروح كده على ستوديو يوتيوب وهجيب لك مثال عملي من قناة الأول ده كده آخر أو أهم المحتوى في القناة لآخر 28 يوم الفيديو رقم 10 هندخل عليه كده الفيديو ده 12 في 5 أربعة 2019 يعني من حوالي 5 سنين تخيل أول مثلا 365 يوم يعني أول سنة من الفيديو يا دوبك جاب الألف مشاهدة أول سنة من الفيديو جاب ألف مشاهدة طيب مع مرور الوقت الفيديو تخطى الستمائة ألف مشاهدة في أكتر من مثال بنفس الكيفية دي ولكن يعني بأرقام ونسب مختلفة تعروح كده على فيديو تاني مثلا فيديو زي ده أول مئة يوم من نزول الفيديو ما كانش جاي بمئتين مشاهدة وبعد كده الفيديو وصل حاليا لربعمية سبعة وعشرين ألف مشاهدة في بقى فيديوهات على القناة بنفس الشكلة طيب إلي خلي فيديوهات قديمة زي كده مرة عليها سنة أو مرة عليها سنتين فجأة تجيب مشاهدات واليوتيوب يبدأ يقترحها وتظهر في نتائج البحث في أكتر من سبب هنتعرف عليه دلوقتي وهقول لك وإحنا كده بنتكلم انت تعمل إيه فيديوهاتك علشان إن شاء الله يحصل وتجيب مشاهدات مع مرور الوقت رقم واحد من ضمن الأسباب إن خوارزميات اليوتيوب دايما متغيرة فممكن مع التغيير بتاع الخوارزميات ممكن تؤدي إلى اقتراح فيديو من فيديوهاتك الأديمة فيبدأ يجيب مشاهدات لما اليوتيوب يقترحه أو الخوارزميات الجديدة يكون الفيديو اللي انت عامله من سنة ده مناسب للخوارزميات الجديدة اللي هي تم تحديثها في الفترة الحالية فممكن يبدأ يجيب مشاهدات أو ممكن يبدأ يظهر في نتائج البحث يعني مش بالضرورة الفيديوهات الجديدة فقط هي اللي يتم اقتراحها وهي اللي تظهر في نتائج البحث رقم اتنين ممكن جدا الكلمات المفتاحية اللي انت مستخدمها في الفيديو القديم سواء في العنوان أو الوصف تكون مع مرور الوقت مناسبة لعمليات البحث الحالية أو مرتبطة بموضوع رائج أو حدث رائج وده بنشوفه كتير ممكن تلاقي فيديو من سنتين ثلاثة ظهر لك في الصفحة الرئيسية أو في المقترحات لان الناس بدأت تهتم بالموضوع ده على سبيل المثال مثلا في مسلسل حالية بيتعرض اسمه الحشاشين فالناس بدأت تبحث عن كلمة الحشاشين يعني ايه الحشاشين دوله مثلا على سبيل المثال فيديو الدحيح تضعفت مشاهداته خلال شهر تضعفت يعني وصل حوالي 6 مليون و 800 ليه اغلب الناس دخلة يعني لو بصيت على التعليقات اغلب الناس دخلة جاية تفهم ايه موضوع الحشاشين ده عشان تفهم المسلسل انا بديك مثال اغلب الناس اللي اتكلمت عن الموضوع بدأ يجيلها مشاهدات حتى الفيديو بقاله 3 سنين بقاله سنتين وهكذا بقاله سنة بدأت الفيديوهات دي تظهر وهلوم مجرى بقى في مواضيع كتير لما بيبقى عليها بحث واهتمام عالي بيبدأ الناس تبحث عنها فبتبدأ الفيديوهات القديمة تظهر فده من ضمن الاسباب وانت على فكرة ممكن تستخدم بعض الادوات المجانية لاكتشاف المواضيع الرائجة في الفترة الحالية سواء بقى انت هتعمل عليها فيديوهات جديدة او انت هتعمل عليها فيديوهات قديمة بس محتاج تحسن العنوان الوصف الصورة المصغرة وهكذا بس ده في حالة ان الفيديو مش جاي بمشاهدات لو جاي بمشاهدات او بدأ يتحرك سيبه في حاله ما تعدلش فيه اي حاجة هتقول لي تب زي ايه الادوات دي زي مثلا فيد اي كيو زي تيو بادي زي جوجل تريندس الحاجات دي شرحناها كلها ومن على الموبايل رقم تلاتة ان ممكن الفيديو ده يتم مشاركته على وسائل السوشال ميدي ممكن حد ياخد الرابط بتاع الفيديو بيستشهد عن موضوع معين او بيتكلم عن موضوع معين فعايز حاجة تأكد كلامه فبياخد رابط الفيديو بتاعك ويوم خطه على فيسبوك او على تويتر الناس بتبدأ تشوفه فاليوتيوب يقولك ايه ده ده في زيارات جاية من منصات خارجية ليه هو الفيديو ده مهم ولا ايه فيبدأ ياخد باله من الفيديو فيبدأ يقترح الفيديو ممكن الناس تبدأ تعلق على الفيديو تعليقات ايجابية او لايقات او ايا كان او مشاركة فيبدأ الفيديو يصعب وممكن كمان ربنا هيكرم والفيديو بتاعك يتم اقتراحه مع احد الفيديوهات المشهورة اللي بتتكلم في نفس الموضوع يظهر مثلا في الاب نيكست اللي هي الفيديوهات التالية او في الفيديوهات المقترحة وده احنا شوفناه على مدار السنين اللي فاتت فانت لازم يكون عندك يقين وثقة في الله انك طول ما انت مستمر وطول ما انت بتكتهد وطول ما انت بتنتظم في تنزيل الفيديوهات وبتطور دايما من نفسك ان ربنا هيكرمك وانه هيكون فيه وقت الفيديوهات بتاعتك تجيب مشاهدات بس دايما انت خليك سابق الغير بخطوة يعني ما تبقاش تقليدي اليوتيوب يا جماعة مش عايز الناس التقليدية انت حاول تطور دايما من محتوىك وحاول تجرب حاجات كده انت ممكن تكون خايف ان انت تجربها لا جربها ان شاء الله ممكن دي تكون هي السبب في نجاحك ولو انت بقى عايز خطة شاملة علشان تنجح في قناتك انصحك تشوف الفيديو ده وبرضو لو انت عايز الادوات المجانية وازاي بتشتغل عليها شوف الفيديوهات اللي فيه التعليق المسبت السلام عليكم اشتركوا في القناة